ماذا حصل بالزبط في واقعة السحر التي تمت لكابتن مومن زكريين؟ على حسب رواية المتهم الرابع؟ على حسب رواية المتهم الرابع المتهم الرابع كان موضوع الوسيط موضوع الوسيط يعني كواسي نبعي عرف من المتهم الرابع الوسيط بفعل بيه مش قدره الأقل كل ما حصل أن المتهم الأول اللي هو ربوضان اتصل بمراته لأنه يبقى لها أمام وقال له أنا عايز أقول لكم حاجة أمام ورحوره البيت أخر أمام وره له السحر أو الحاجة اللي للاقيها لا والمتهم الرابع وصف كلام دوت بالمتهم الرابع وصفه مجموعة التحقيق آه زكا كان كان قدروا غير أنها كان وصلت في الواقع يعني إيه علاقتوا بهم وتربطوا إيه العلاقة اللي بينه المتهمين مع أهل مراته أهل المتهم الأول يبقى خالح هل هو عريب روس روزي هانس لا أهل المتهم الأول رمضان الترني تمام بس فمالوش أي علاقة بالواقع خالص واتصلوا به ورحلوا البيت تقول لعلكلام أنه قريب زوج زكريا وأنه هو اللي تواصل معها و لا اللي قال أنه هو اتصل بابن ثالث مرات مؤمن زكريا اللي هو مصطفى تمام أنهما كمان المتهمين عارفين أنهو على علاقة به وأنهو صاحب ومن الحت عن جمع تمام أهل مرات كابت المؤمن من الإمام وهو على صدفة دين كلهم قال لهم أنا أعرف أن الناس يخطوا لو فيها حاجة تضر كتب فاتصل بابن ثالث وبلغوا بس ده كان ضره ما هو من الأجهات للمتهمين؟ اللي موجودة اللي موجودة هو الـ 12 موجودة الإستلاة ومشرة أخبار كذبة وتقدير الصف والعام هل زكا كان يعرف أن السحر دم وفبرك من عدم؟ ما يعرفش حاجة هو جيد وقصر بيقلبت على أور شاف الحاجة بس ما يعرفش حاجة مزيفة مش بجاد ما يعرفش حاجة شاف الحاجة وقصت وقصتها جادت فائية ووراني كيس في كذا وفي كذا الكلام اللي كله عرف اي طعم الموجودة لزكا والزبط؟ معاهم كلهم كلهم نرسل هو كلهم نرسل فيه أرسل في طعم ما يعني طعم جيدة؟ لا فيش كلهم نرسل تلت تدريب بس أحاضر ايه يعني أحاضر أحاضر هو ما عامدش حاجة هو ما عامدش حاجة أنا أتكلمتي بمطبع ابن خالدت مطبع والنصافة شاهد بكالتعلق هو ما عامدش حاجة ريهام الشيمي اللي هي كابتن مؤمن زكريا قال لك وانا رجعت وتواصلت مع محمد يعني هي كمان رجعت يعني محمد تتكلم وانتهى الموضوع على كده هم رجعت وتتواصلوا معاهم مصطفى وظبط كابتن مؤمن هل زكا كان موجود وقت كابتن مؤمن زكريا رحل المقابر اه كمان يعني ما تم بالزفر في اليوم ده على حسب روايته؟ مصطفى اتصل به قال له كابتن مؤمن جاي فاحنا عايزين فاحنا عايزين فاحنا عايزين قال له خلاص انا كان هوا في الكافير بتاعه امام؟ قال له بس أول ما يقرب قول لي عشان اجيلك ولو ما أقرب مصطفى قال له مصطفى اللي هتطرابع بها قداما بعد الكلزة طب ايه العنقوبة اللي بتدص عليها اتناشر عقبار جاسب يعني عقبار جاسب بص من سنة لتلاث سنين امم كابتن مؤمن قال المهورة مرحبتن يعني ناس هناك كانت تتصور وهو قال ان انت محاديش يصورني وابتدر صور من خلاص فهو اكيد كان شاهد على خلاص سبتن مؤمن ايو طبعا قال كده تعالي ايو ايو المهم يا اما ما هادش تصور وما هادش نشوف حاجة قد حتى ما تحدث الى الحصل دوت تمام محمد كلم المتاهم الاول احنا مش قولي انا مش حاجة تتشر وما consumption اتتقلق متاهم انا مش قولي انا مش قولي باش حاجة تتالي الموضوع انته على كده روية حضرتها كابت المؤمن زفرية شخص يعني شخص يعني حتى التحرك المتاهم الرابع كان من دافع حب الكابت المؤمن وانه هو يطابر الصديق ويشوفه على طول مساعد ويشوفه ويستلم عليه ويشحاج فهو انطلق يعني تتحرك من المطلب ده خاصة انه زي ما اقوله المتاهم صديق شخص المتاهم الرابع فاي حد في مكانه بس اي حد في مكانه هيا بالكده انا صاحبي وصديفي اعرف ان اقريه وشوف حاجة عليه فباتصل به تدفاع ولا طلب خلوس ولا انا عايز ولا كلام بكل اولهم مش محتاج الحاجات دي واحد موظف وواحد صاحب ما فيه وتاجر مواشي عائلته من التوارد الجار هو الاتصال بس الاتصال الاتصال بس الاتصال حتى انا بقول طب لو هو محمد عمل اتصال طب هو مو من خدوة مصفة عمل بردك نفس الاتصال هو محمد اتصل به مصفة مصفة رجع اتصل فيه يبقى الاتنين نفس الحكاية مش مانا ده نزل وده مانزلش اللي ازا اتنين هححصن الانية عندهم طب بمي ان فيه صلة بذربته بزوجة كابتن مؤمن زكريا ونهو هم مجرد وسيط ما سمش التواصل مع كابتن مؤمن زكريا بانهو ملوش علاقة بالموضوع او الى حد ما يتصلحه هو مش حكاية التصالح هو كابتن مؤمن ما اتهمش محمد بمك حاجة يعني في المحضر اللي عملوا في الاسم اتعمل الى المثام الأول والثاني والثالث والكامس اجابش سريط محمد نهائي لما تعمل نقشطه في قدام النيابة العامة نرخش فقطتا تمام ما اجابش سريط محمد امام خالص هو التعامش محمد امام هو التعامل محمد امام التحرات اللي عملها احمد الكوردي اصلا بحسن خليفة ولا كان تمهيدا مش حاجة اسمها تمهيدا ما اعمل يا معه باش مش حاجة اسمها تمهيدا باش باش طب لو هو عمل كده ليه ما احرص التليفون بتاعه باش اللي بتحرصها بتاعت المتعم التاني ومتعم التالف واخير عن الدفوع اللي هيتم تعدمها للمحكامة النهاردة ليه حاجة ستالفة المحكامة ان شاء الله ان شاء الله هو رفض التصوير ما دي بقى مش عادي بقى يعني دي ما داشت اتكلم بيه انا مش عبد المساعة مرورة بس لا يصور ولا مش طب ولا يعني اتصال لا يعلن بنواية طبعا المشكلة زي موكلي انه هو يعني ازاي ما يقوله ازاي جي فيه موضوع مش بتاعه هو كان فعل كيف سواء من الطرف ده او من الطرف ده وكلام متهمين بردك اثبتوا بكلام ده انه هو مجرد اتصل اذا هو يعرف حاجة ولا كان معانا ولا كلام ده كله المتهم الاول قالك احنا اللي اتصلنا بمراك محمد ايمان اللي هو يبقى خلا احنا اللي اتصلنا به ده قالوا في الاعترافات المتهم التاني بردك قال نفس الكلام المتهم التالزة مجبش يصير تخالص المتهم التالزة مجبش يصير تخالص بس هدي دول محمد ايمان كله يعني تقريبا المنور كله مش باهم ان قدام القضاء قدام القضاء شكرا 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 شكرا